اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ان الذاكرة الوطنية تحتفي دوما بالجهود المخلصة لمنتسب قوات الدفاع وتضحياتهم وتحمل لها التقدير والاعتزاز منذ الطوء الاول لانطلاقة قوات دفاع البحرين برعاية واهتمام المؤسس حضرة صاحب الجلالة الملك الولد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البدار المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ان منتسب قوات الدفاع البواسل سطر صفحات مضيئة عنوانها الفخر والاعتزاز في الذود عن سيادة وطننا العزيز والمساهمة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك خلال مأدبة الافطار التي اقامها سمو لعدد من كبار ضباط قوات دفاع في نادي ضباط قوات دفاع البحرين فلدى وصول سموه كان في الاستقبال معاني المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين وسعدة الفريق الركن يوسف بن احمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعدة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الاركان وعدد من كبار ضباط قوات دفاع وقد تبادل سموه مع معاني القائد العام لقوات الدفاع وكبار الضباط التهاني وتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا سموه ما لهذا الشهر الفضيل من فضائل وقيم في تدريب النفوس على الصبر والاجتهاد في العبادة والعمل دعيا سموه المولى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم والعون والتوفيق لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفد القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة ووطننا العزيز والأمة العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والاستقرار والتطور والإزدهار وبهذه المناسبة رفع معالي القائد العام باسمه ونيابة عن منتسب قوة الدفاع خالص التهاني وأصدق التبريكات بحلول هذا الشهر المبارك إلى صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعيا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها باليمن والخير والبركات ترجمة نانسي قنقر